دلوقتي لو انت شغال على برنامج ايكو سين بلدنج ديزاينر من بنتلي في كود حلو هتلاقي الروب بتاع اسفل الفيديو بيمبرت كولفور بنتلي ايكو سين بلدنج ديزاينر بيساعدك ان انت تطبق الحياة الموجودة في الكود على البرنامج اول حاجة بيبدأ بها بانه بيديك شوية رفرنس ترجع لها لو انت عايز تضبط الليرات او عايز تضبط الارتفعات الكتابة دي الاكوات دي السيئة عشان تفهم شغل اكتر بعد كده بيبدأ بيتكلم على التقسيمات بتاعة الملف هتبع عملت ازاي طريقة شغلة تبع عملت ازاي تقسيمات الملفات اندر سراشر اسلاب هتبع عملت ازاي الملفة مثلا التقسيمة كله على 3d وبعدك هناخد منه الفيديوهات وناخد منه الاسكادولات اللوكيشن بتاعي ونوت السفرة تبع عملنا ازاي الفولدر ستركشور والتسميم بتاعة الملفات فهم فيه جدا لو واحد شغال في بنتلي بيقدر يستعين بيه في نواي يزبط الشغل بتاعه ودار اوش غرا كود البرتول دار اوش غرا كود البرتول